السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سنقدم لكم تقديم نفسك إذن يمكننا تقسيم الحديث عن النفس إلى خمسة أقسام لترتيب أفكار وساردها بشكل منظم إذن بس تحدث على نفسك لابد من ذكري خمسة أقسام بحليك نقول السيري إذن هذه الأقسام هي معلومات شخصية إذن لا بد من ذكري المعلومات التي تتعلق بك التعليم إذن المستوى التعليمي خبرات العمل Work Experience 4 الهوايات Hobbies 5 المهارات الشخصية Personal Skills إذن خمسة أقسام هما هدو كل قسم إذن نسا نشرحه بشكل مبسط 1 عدنا المعلومات الشخصية Personal Affirmation إذن المعلومات الشخصية كيكون فيها ذكر اسمك وعمرك وجنسيتك والمكان الذي تعيش فيه إذن أنا من المغرب أنا أعيش في الرباط مع عائلتي بالإنجليزية أجنو أغطي تقول My name is Khalid I am 26 26 You are owls I am from Morocco I live in Raba with my family يعني مع عائلتي To التعليم يعني Education إذن منك أنتقل من المعلومات الشخصية كنتقل التعليم يعني المستوى التعليمي هنا يجب عليك التحدد عن مستوىك التعليمي سواء كنت تلميذ أو طالب جامعي أو حتى متخرج إذن يمكنك ذكر اسم الجامعة يعني الجامعة التي تقع فيها والقسم التابع لها يعني كلية هنا القسم كنكسدوبة كلية التابع للجامعة والسنة التخرج يعني السنة التخرج حتى تكون المعلومة متكاملة مثال أنا طالب في جامعة ابن طوفيل كلية العلوم تخصص الكيمية لقد تخرجت عام الفين وخمسة عشر بتقدير حسن إجليزية I am student at ابن طوفيل انيفرسيتي فاكلتي of science chemistry department I've graduated year 2015 with grad good نتقل بعد ما تقرنا المستوى التعليمي كتتكور الخبرات العمل tree عندي خبرات العمل work experience إذن هناك تتكور طبيعة العمل أو الوظيفة التي تقوم بها ذكر طبيعة وظيفتك والمكان الذي تعمل به والمدة والوقت من ضمامك للعمل في هذا المكان مثال أنا أعمل أستاذ أو طبيب أو مهندس منذ عام 2018 وحتى الوقت الحاضر إجليزية I am teacher أستاذ إذا كنت مثلا I am doctors كنت مهندس I am engineer I am teacher since 2018 تال present time إذن خبرات العمل تقلو الهوايات الهوايات والأنشطة التي تقوم بها الهوايات ع there ذكر الهوايات والأنشطة المحببة لديك وتقوم بممارستها بشكل مستمر أو من الحين إلى آخر يعني الأنشطة التي تقوم بها بشكل مستمر يوميا أو من الحين إلى الآخر يعني لحساب الوقت مثال هواياتي هي الإراءة ولاعب كرة القدم كل واحد الهوايات دياله سباحة مطالعة هواياتي هي القراءة ولاعب كرة القدم My hobbies are reading and playing football Five المهارات الشخصية Personal skills يعني هنا يكتكون المهارات الشخصية اللي كتكون بيها ذكر الأعمال التي تقوم بها بشكل مميز ولديك المعرفة الأساسية لهذه المهارة إذن هناك تقول الأعمال اللي كتكون بها بشكل جيد وكل ما يتعلق بها مثال يمكنني استخدام الكمبيوتر الword والإكسل يعني كل ما يتعلق بالكمبيوتر يعني الword excel الparpoint بشكل جيد جدا ويمكنني استخدامه في العمل بالإنجليش إذن هذه كلها هي أقصام تحدث عن النفس عند مقابلتك لطلب يعني الخبرات العمال الهوايات المهارات الشخصية يعني ذيك السيفي اللي كتكون مكتوب عندك كنت تكون المعلومات الشخصية ديالك والمستوى التعليمي الخبرات العمال الهوايات والمهارات الشخصية كذلك كتذكرم عند تقديم نفسك PRESERPATION INGLEISH AND GOOD LIKE اشتركوا في القناة